نضرب مثال مثلا وليكن يعني شخصية كمثلا حسن الصباح في قصة الحشاشين الحسن الصباح كتب سيرة ذاتية لنفسه كتب طبعا هذا الكتاب أصبح في عداد المفقود يعني اسمه سيرة سيدنا هو اللي كتبها هو اللي كتبها أم لاها أم لاها وعلى أحد أدبعه فسجلها يعني لكنها غير مفقودة هي مفقودة اطلع عليها مؤرخ كان مصاحبا لجيش المغول حين دخلوا قلعة ألموت واطلع على هذه الرسالة قلعة ألموت في إيران بينه وبين طهران متكيله تقريبا نعم بالضبط كده المؤرخ الجويني كتب كتاب اسمه تاريخ فاتح العالم لم يتحرم ولا الجويني لا 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 هذا مؤرخ آخر هذا كان الجويني في القرن الرابع هذا كان في القرن السادس الهجري سقطت قلعة ألموت 654 هجريا فهو دخل مع الجيش المغولي وأسقط هذه القلعة فوجد مكتبة ضخمة جدا في القلعة وهي مكتبة حسن الصباح الخاصة به الحسن الصباح بالمناسبة قضى في القلعة 37 سنة لم يغادر فيها القلعة إلا مرتينين واعتكاف كبير على المكتبة بتاعته لكلب بتحوي كل أنواع العلوم التي يمكننا أن نتخيلها لذلك المؤرخين حين يصفون حسن الصباح أقول عالما سياسيا هندسيا راصدا للنجوم شاعرا فيلسوفا كان شخصية آسرة طالما ضربت مثلا بهذا أقول حسن الصباح مثلا هو كتب سيرته اللي هي سيرة سيدنا اللي اطلع عليها الإمام الجويني المؤرخ الجويني وسجل في كتابه تاريخ فتح العالم يقصد جينكيس خان تمام يقصد جينكيس خان للأسف ارتكب الجويني يعني مصيبة كبرى أنه مسك السيرة بتاعت الحسن الصباح ولم ينقلها كما هي في كتابه لكنه حر بدل وغير يعني سجلها بتصرف وبتدخل كبير اختصر فيها كثيرا في كثير يعني وهنا أعود إلى كبه سنتر بتصرف بتصرف نعم يعني هناك المؤرخ الروائي وهناك المؤرخ البستاني يعني كما يقص يقص فجيل جويني عمل عملية قص لكثير جدا من الأحداث السيرة يعني لم يكن أمينا في كتابة السيرة من الآخر يعني اللي هو ياريته كان ما كانش أمين وسب لنا النسخة الأصلية لأ بعد ما كتب حرق النسخة الأصلية وهذا كانت النسخة الوحيدة ده مؤرد يا دكتور لا هو سني يعني هو سني لما حرقها يعني؟ حرقها لأنه بالنسبة له هذه تتعلق بالخصوم بالأعداء وذي ظاهرة في التاريخ البشر كله مسألة حرق مكتبات الخصوم يعني يعني صراح الدين حين دخل دخل مصر أو أسقط القلافة الفاطمية تم إحراق جميع الكتب المتعلقة بالإسماعيلية الفاطميين نعم الإسلام ليس هذا من تعليم الإسلام هو يعني يرى أن معظم هذه والهم قالوا عمرو عز برضو حرق مكتب تسكندريا طبعا هذه مسألة الإسلام لا يحضوا عن هذا لكن السابت السابت أن المنتصر دائما إذا دخل بلد المهزوم أول حاجة بيعمد لها منذ القدم يعني أن يمحو أن يمحو هوية المهزوم وأكبر هوية تتمثل في المكتب في كميرا الثقافة فالجويني حرق وتصرف وتدخل وعدل وبدل وغير في سيرة سيدنا نعم اللي هو الشيخ الحسن الصباح نعم يعني نرجع تاني عنه نوق الباقة الدراما لا الجويني الجويني هو أقدم مصدر كتب عن فرقة الحشاشين مثلا لما أعود حتى أربط ما بين قصة الرواية وما بين التاريخ اللي هو التاريخ المسكوط عنه نعم يعني أنا كروائي ممكن وأستطيع أن أتدخل في حلقة مفقودة أنا أدخل عشان أكملها زي صورة معينة في صورة معينة الكلمات المتقطعة الكلمات المتقطعة أجبب الكلمات المتقطعة يعني أنا عندي هنا في أحداث تاريخية لكن في أحداث تاريخية أخرى غير موجودة نعم مش مسكوطة عنها تمام أعضر أنا كروائي أتدخل وأملأ الحلقات المفقودة دي أو الكلمات المتقطعة دي دي ما فيش فيها مشكلة وأنا كمؤرخ لا يمكن أعتبه أو أن أنا أنقوده في هذه المسألة لأنه ملأ حلقة مفقودة مفقودة وغير موجودة لكن المشكلة الكبرى ليس في ملء حلقة المسكوط عنه في التاريخ لكن هو كتابة الرواية بأيدولوجية مسبقة ولغاية قد تكون في كثير من الأحيان غير معلنة على كثير من المشاهدين اللي هي إذن قافة التاريخ الأيدولوجية المذهبية التشويه الخصم التكفيري المخالف الصراع السياسي في كثير من الأحيان كان له دور كبير جدا في مسألة التشويه المكالمين تجربة استخدامنة العالمية